اهلا بكم الى موجز اخبار الان قتل عمر خالد خراساني زعيم جماعة الاحرار الموالية لجماعة طالبان الباكستانية في غارة شنتها طائرة امريكية مسيرة في ولاية باكتيا الافغانية وذلك بحسب ما قال ناطق باسم الجماعة مضيفا ان ما لا يقل عن تسعة من معاوني خراساني قتلوا ايضا في تلك الغارة حذرت وزارة النفط العراقية بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد او الاتفاق مع اي جهة داخل البلاد من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية وكانت شركة روسية اعلنت الاربعاء انها وقعت اتفاقات تقاسم انتاج في خمس رقع نفطية في كردستان العراق تصدى الجيش السوري الحر لهجوم عنيف من قبل جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم داعش بريف درع الغربي وقالت مصادر محلية ان مقاتلي التنظيم شنوا هجوما مباغتا على مواقع لفصائل الجيش الحر فجر اليوم قرب حاجز الرباع وحاجز البكار ومساكن جلين بيد ان الفصائل المنضوية تحت راية الجيش الحر تصدت للهجوم وكبدت التنظيم خسائر كبيرة دع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الى ضمان التزام ايران الصارم بالاتفاق النووي الموقع سنة 2015 وكان التلفزيون الرسمي الايراني نقل امس عن المرشد الايراني علي خامين اي قوله ان طهران لن تنسحب من الاتفاق النووي متعدد الاطراف في نيوزيلندا من المقرر ان تتولى زعيمة حزب العمال المعارض جاساندا ايردرين البالغ من العمر 37 عاما منصب رئيسة الوزراء عقب ان وافق حزب نيوزيلندا اولا على تشكيل اتلاف مع حزبها يتصبح ايردرين ثالث رئيس وزراء لنيوزيلندا واصغر امرأة على الاطلاق تقود البلاد اكدت دراسة حديثة صادرة على المنظمة الصحة العالمية ان معدلات السمنة عند الاطفال والمراهقين ازادت بنسب كارثية في العقود الاربعة الاخيرة وبناء على المعلومات التي جمعتها المنظمة تبين ان اعداد الاطفال الذين يغانون من السمنة ازدادت من 6 ملايين عام 75 الى 47 مليون عام 2016 وكذلك الامر بالنسبة للفتيات اذ ازدادت اعداد السمن من هن من 5 الى 50 مليون في تحذير صريح للرجال دقت دراسة طبية نقوس الخطر من ان غمليات نقل دم من امرأة مانحة كانت حاملا يعد امرا قاتلا لدوره في زيادة مخاطر الوفاة بين الرجال واظرت النتائج المتوصل اليها ان الرجال الذين تلقوا عمليات نقل دم من نساء متبرعات سبق لهن الحمل كانوا اكثر عرضة بمقدار 13% للوفاة الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك